المفيد في الرياضيات للسنة الرابعة الابتدائي اليوم لدينا دعم في هذه المرحلة لدينا دعم في الصفحة 79 للدرسين السابع عشر لهذين الدرسين هذا الدرس لنعوده إليه لاحقا سنبدأوا دعم الدرس 17 و 18 الذي يوجد في الصفحة 79 من كتاب المفيد دعم الدرسين السابع عشر والثامن عشر التمرين الأول يقول أحيط الأعداد العشرية الأصغر من العدد داخل البطاقة في كل سطح هذا عدد داخل البطاقة نحيطه بالأعداد العشرية اللي هي أصغر لنقارنة الأعداد العشرية لنقارن الجزء الصحيح الجزء الصحيح الذي نقارنه هو 38 إذن كل عدد جزء الصحيح أصغر من 38 فهو أصغر من العدد إذن 37 إذن هذا العدد لأن جزء الصحيح إذن قالوا أنه نحيط إذن سنحيط 38.09 هل هو أصغر؟ نعم لأن العشر دي لهذا أكبر من العشر نتاع هذا وبالتالي تهدى غد نحيطه تهدى أصغر من هذا العدد ولكن هذا العدد أكبر لماذا؟ لأن جزء الصحيح رقم الأعشار رقم الأعشار أكبر من الرقم نحن نرى الجزء المئة نرى الجزء العشرين نرى أعشار صحيح أن نحكمه على العدد لأن الرقم الأعشار دي له كبره هو الكبير وخي يكون مراه حتى 50 ألف عدد صحيح؟ لأن هذا يجب أن تكون كثيرا يلا نذهب إلى العدد الثاني إذن العدد الثاني لدينا 17.26 إن أول حاجة نقارن جزء الصحيح كل عدد إذا구요 كل عدد يبلغ أن يصغر من 17 awan وتقارن نقطة نقارن هذا مبتد الأعشار يرة العدد من الأعشار 則 هذا يعري أن أنه الصحيح أصغر من 17 30 نعم لهذه الصحيحة ان نقارن landlords Clara الرقم الأعشار السؤال المقارنين المقارناء الذي يرسل لا نرى الى الباقي هذا العدد اصغر من العدد فى البطاقة العدد الثالث الجزء الصحيح 472 كل عدد جزء الصحيح أصغر ف هو أصغر من العدد هذا يقدم الجزء الصحيح مع العدد فى البطاقة تقومون بواحد هنا واحد còn صفر لذلك يجبوهم كبار الأخ وكمون سيجلبه العدد الرابع الجزء الصحيح 701 701 هذا أصغر قالنا هذا الجزء الصحيح مع العدد البطاق نرى الأعشار الأعشار واحد هو أصغر هذا المقدم نرى الأعشار سنرى جزء المئة هذا أكبر ننتقل إلى التمرين الثاني وضع الأعدد العشرية الأكبر من العدد داخل البطاق نقوم بالعكس الجزء الصحيح 127 هذا أصغر هذا الجزء يكون أكبر نرى الجزء الصحيح هنا أربعة هنا أربعة هنا خمسة هنا ستة هذا أكبر لأن أعشاره أكبر من أعشار العدد البطاقة نقارن الجزء الصحيح 345 345 345 هذا أصغر هذا ما يريد أن نقوم بالعكس هذا القرن الأعشار 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 لدينا 1 جوج هذا وهذا نرى كبير هذا أصغر لأن أعشاره أصغر من أعشار العدد البطاقة هذا لا يوجد جزء المئة ولكن هذا يوجد جزء المئة وصفر هذا أكبر العدد الموالي 372 372 372 هذا أصغر لا يوجد جزء المئة لا يوجد جزء المئة نعم نرى كبير هذا الأعشار الصيفر الأعشار الصيفر وأعشار أكبر هذا مقدم في الأعشار ولكن هذا جزء المئة أكبر من هذا وستخدمة هذا لا يوجد جزء المئة ننتقل إلى العدد الموالي 408 407 409 409 هذا أصغر هذا أصغر ونرى الجزء العشار هذا يتم مقارنة الأعداد بشكل مضبوط ننتقل إلى التمرين الثلاثة وقارنوا الأعداد العشرية بوضع الرمز المناسب للمقارنة أعدادين وقارنوا جزئهم الصحيح هذا ننتقل إلى العشاري هنا 312 مقدم على مستوى الجزء الصحيح نقوم إلى الأعشر هذا في الصيفر هذا هو الأعشر هذا هو الأكبر إلى قارنت هنا 150 هنا 156 ننتقل إلى مستوى الجزء الصحيح هنا 8 هنا واحد إذا كلا كبير هنا 8 وخلاخور هنا 8 في الجزء المائة لا يهم لأن الأعشر أقوى من جزء المائة نقارن الجزء الصحيح 312 13 13 ما الأمر لا نرى 75 76 هذا هو الأكبر هذا هو الأكبر 71 نحن نريد أن يقلبون الأرقام لكي نحن يبنى بأنه حال بحال هذا الأكبر يلا سير هنا 1 هذا هو الأكبر 1 هو الأكبر وخا هذا لا يوجد جزء العشار هذا 81 8 8 أكبر 1 4 4 4 4 120 تقديم على مستوى الجزء الصحيح هنا 0 هذا العدد هو الأكبر نعم ننتقل إلى التمرين الرابع التمرين الرابع ورتب العدد التالي تزايديا باستعمال الرمز المناسب ما تتعني تزايدية؟ من الأصغر إلى الأكبر الرمز سيكون هنا كذلك هذا سيري أو سيري با هنا نقرن نرى الجزء الصحي نعم 112 11 21 لا 21 23 23 هذا أول أكبر هذا أول أكبر هذا تحسن من هذا إذن 213 فصيلة واحد وهذا مرح لماذا؟ لأن هذا سنقرن على مستوى الجزء الصحيح لا نحتاجه لنرى الجزء العشاري وبالتالي سيأتي هنا 112 فصيلة ثلاثة وعندنا 21 كبر من 11 إذن 21 فصيلة ثلاثة وهنا 11 فصيلة ثلاثة عشر نعم 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 مئة ثانية وتنسسسة عشر ثلاثة ومئة واحدة عشر إحدى عشر وحيدون وعشرون نعم هذا هو الأصغر نعم 11 فصيلة ثلاثة أعد مرة هذا نعم ثم 213.1 213.1 ثم 311.21 إذن ننتقل إلى التمرين الخامس التمرين الخامس يقول ترغب جمعية الحي في تسييج ملعاب القرب طول هذا الملعب 70 متر وعرضه 30 متر إذن كم مترا من السياج سيحتاج تسييج هذا الملعب لو كان لدينا الباب ممكن كما جاء في بعض التمرين ربما واحد لمدخل لا ندير له تسييج ولكن في هذه الحالة نحسبه محيط المستطيل الذي طوله إذن كيف نحسبه محيط المستطيل ضع 2 ضرب 70 كطول زائد 30 كعرض نجمع الطول مع العرض تعطينا 100 إذن 2 في 100 إذن 200 متر من السياج ننتقل إلى التمرين السادس تجري عداءة حول حلباتنا على شكل متلة طوله الضل على أول 50 طوله الضلع الثاني 40 متر طوله الضلع الثالث ستنا ما هي قياسه محيط الحالبة بطبيعة الحال سنجمعه بقياسات إذن 60 زائد 50 زائد 40 40 مائة 150 متر ما المسافة التي قطعتها العداءة إذا علمت أنها دارت حول الحالبة 4 مرات يعني كل مرة تقطع الحالبة التي هي على مشكلة متلت تكون ضربة ضورة إذن ما سنجمعه؟ 450 مائة إذن سنجمعه 600 متر لأن 4 مائة 15 كالساوي 60 ونزيد الصفر ونكون قد انتهينا من هذه الحصة حول دعم الدرسين 28 و17 ترجمة نانسي قنقر